بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بحضراتكم في الفيديو الرابع من كورس التجارة الالكترونية الفيديو ده هيكون ممل لان الفيديو ده اللي هو ضبط اعدادات المتجر بتاعنا وسواء بتعمل المتجر بتاعك على اي منصة دايما وانت بتزبط الاعدادات بتاعته بتحس ان هو بيكون فيديو ممل لكن الميزة بتاعته ان هو بيتم مرة واحدة بس هنيجي الاول على كلمة بلاجنز من هنا هنضغط عليها عشان ونختار انستول بلاجنز اللي هي الاضافات المثبتة عندك هنزل تحت هلاقي كلمة وو كوميرس ان الاضافة بالفعل متثبتة لو انت مثبت ورد برس جديد هتلاقي الو كوميرس موجودة لو مش موجودة هتبحث عليها من خلال هنا وتعمل لها عملية انستول فقط لغير بعد كده هاجي على الو كوميرس هنا واجي على سيتنج هدخل هنا الاول عنوان المتجر بتاعي بفروض العنوان اللي موجودة طبعا انا بدخل عنوان وهمي من الاخر يعني هتدخل عنوان وهمي موجود في الدولة اللي انت هتشتغل فيها هتشتغل في كندا هتحط عنوان كندي هتشتغل في فرنسا هتحط عنوان فرنسي الدولة اللي هتشتغل في بلدك انت هتحط العنوان بتاع بلدك انت انا هنا زبطت عنوان موجود في ولاية واشنطن دي سي في الولايات المتحدة بعد كده general options اللي هو يعني بعض الاعدادات بتاعت المتجر هنا حدد هل انت عاوز المتجر بتاعك sell to all countries ان هو يبيع للدول المعينة يبيع عفوا للدول كلها ولا يبيع للدول كلها ما عدا الدول انت هتحددها له ولا sell to specific countries غالبا هتخليه sell to specific countries ان انت عاوز تبيع لدول معينة وحدد الدول دي هنا دي من الاخر الدول اللي انت هتشغل عليها اكيد الحملات الاعلانية بتاعتك هفترض مثلا ان انت عاوز تبيع في كندا واستراليا يبقى هتعمل كندا واستراليا تمام تب عاوز احط معاهم الولايات المتحدة يبقى هتدخل معاهم مثلا United States الولايات المتحدة بقى انت هنا محدد 3 دول اللي انت هتبيع لهم بعد كده بيقولك shipping عفوا هتشحن لمن ship to all countries you sell to هشحن لكل الدول يعني منطقي ان انت هنا بتشحن للدول اللي انت عاوز تبيع لها وبالتالي لو الزائر دخل المتجر بتاعك من ايطاليا وجيش تريه هيقول له عفوا لا نشحن لهذه الدولة ليه لان انت محدد ان انت بتشحن فقط للدول اللي انت اخترتها هنا اللي هي استراليا وكندا والولايات المتحدة بعد كده بعد كده default customer location هنختار geolocate Texas ما تعملش عليها علامة صح enables coupon سيب عليها علامة صح زي ما هي كده في coupon بعد كده currency العملة بتاعت المتجر بتاعك cooperation على حسب الدول اللي انت بتشحن لها لو هتشغل في السوق الاوروبي خلي عملتك باليورو لو هتشتغل في مجموعة من الدول اللي عملاتها مختلفة زي ما انا عامل كده يعني هنا استراليا دولار استرالي كندا دولار كندي 对 surfaces الولايات المتحدة اللي هو دولار الامريكي يعني هنا العملة مختلفة كل دولة في دول لها عملة مختلفة خاصة بها هي لكن ان الولايات المتحدة هي الاكبر فاكيد هنختار اليونيتد ستاتس دولار بعد كده اعمل سيف تشينجز يبقى احنا زبطنا اول اه يعني امر من اعدادات الورد بريس او العمود الاول اللي هو الوكومرس عفوا ان هو الجنرال بعد كده هدخل على العمود التاني اللي هو المنتجات بتاعتنا اللي في المتجر بتاعنا هنا بيقول لي شوب بيج صفحة المتجر عاوزها تظهر فين المفروض هنا يعني اعمل صفحة اسمها شوب بيج لكن انا هعلمك دلوقتي حركة زكية قوي مش زكية يعني هي من احدادات الورد بريس بتوفر علينا اه وقت من خلال الوكومرس انا هختار هروح لي اه ستاتس بعد كده هضغط على تولز بعد كده هنزل تحت خالص لحد ما لاقي قسم الصفحات ايوة اللي هو كريت ديفولت وو كومرس اه بيجز هضغط منه على كريت بيجز ان انا عاوز انشئ الصفحات بعد كده هاجي البيجز هختار اول بيجز الصفحات اللي موجودة عندي في المتجر زي ما حضراتكم شايفين هتلاقي ان اه الصفحات دي كلها ما كانش عندنا جماعة ما كانش فيه عندنا غير السامبل بيج ويهيه البرايفسي بوليسي كل دول اتحطوا لما ضغط على انشاء الصفحات الخاصة بالورد بريس بالو كوميرس عفوا فالو كوميرس راح حطت لنا الصفحات بشكل اه اوتوماتيك ودي طبعا ميزة كبيرة هروح بعد كده هارجع تاني للو كوميرس واضغط على اه سيتنج رجعنا ليه الو كوميرس سيتنج هاختار البرودكتس بعد كده هنا شوب بيجي بلي عاوز صفحة الشوب موجودة فين ما كانش بيزر قدامنا هنا غير صفحتين بس بعد ما انشاءنا الصفحات ظهروا كلهم هاختار الشوب ان هي تكون صفحة المتجر دي هنسيبها زي ما هي هنسيب الاعدادات هنا زي ما هي هنا الوزن بيقول لك وزن السلع عاوزه بايه هنسيبه عادي بالكيلو جرام دايمنجان بالسنتيميتر لو انت عاوز تغير براحتك عاوز تغير تخلي الوزن بالل بي زي ما مشير في الولايات المتحدة براحتك لكن انا عن نفسي بسيبهم زي ما هم معادي سيبها وبالتالي انت تقدر يعني تخلي العميل بتاعك يسيب لك ريفيو في المتجر بتاعك لك من خلال وردو ريس تقدر تمسحه عشان لو حد سيب لك يعني ريفيو وحيش تقدر تمسحه هنا ما تقلقش خالص برضو عشان يظهر كام نجمة واخدها المنتج بتاعك فانت برضو اسيب العلامات دي صح سيبها يعني زي ما هي بعد كده هعمل زي ما قلنا احنا بنغير يعني حاجات بسيطة خالص في اعدادات المتجر بتاعنا اه برودكت لو تاخد بالك تحت برودكت يعني في تلات اقسام في احنا ممكن نعمل غلط هنا عشان يعني ايه ما اخبطكوش هتلاقي ان اه قسم برودكت نفسه بينقسم منه تلات اقسام احنا خلص الجنرال زبطناها ان احنا بس وكل العملات قريبا ان صفحة الشوب عاوزينها هتظهر في الشوب بعد كده هضغط على انفنتوري اللي هو الستوك بتاعك اللي على المتجر سيب قدامها علامة صح عادي جدا اه نوتيفيكيشنز هنا هنسيب برضو عليها اه علامة اه صح الهولد ستوك هو بيقولك ان يعني عاوز لما يوصل مسلا ستين اردر من او عندك ستين شوحنة لسه ما تشحنوش من المنتج ده يبدأ هو يكنسل بعد كده الاوردرات مسلا لو كان في لأ طبعا احنا احنا هنمسحها كده خالص بحيث ان احنا نسمح بعدد لا نهائي من الاوردرات لان في النهاية ممكن تكون انت بتعمل دروب شبنج او بتشحل منتج من عندك لو بتشحل منتج من عندك انت من البيت خلص لما يخلص انت هتدخل تعزفه من المتجر بتاعك اوتوماتيك فانت مش هتحتاج حاجة يعني تزبط لك الموضوع هنا بشكل اوتوماتيك نوتيفيكيشنز هنسيب الاتنين صح بحيث ان اتبعت لنا اه ايميل لما يكون في سلعة في منها اه لو ستوك ويقل لو ستوك اللي انت محدده هنا اتنين وبالتالي اي سلعة هيقل العدد بتاعها عن اتنين هيجيلك ايميل ان السلعة دي اصبحت اه يعني اه موجودة بشكل اليه طيب النيوتيفيكيشن هيبعت هالي فين هيبعت عليك على الايميل اللي انت حطه هنا فاتأكد هنا ان الايميل موجود بتاعك بشكل سليم سواء كان الايميل الرسمي بتاعك او الجيميل او ايميل خاص بالمتجر بتاعك او ايا نياكن انا لو شغل مسلا هعمل بقى حملات اعلانية واردرات كتير لا هخلي اللوستوك مسلا هنا عشرة ان لو السلعة دي في منها اقل من عشرة اه في المتجر بتاعي يبدأ يبعت الايميل ان السلعة بقت موجودة اللي عشان ادخل ازود الكمية بتاعتها اللي موجودة او اتأكد لو كنت بعمل دروب شبر او كده السلعة عندي في المنزل اتأكد اني العدد يعني يكون عندي اكبر من كده او اتقف ستوك اكيد صفر لما السلعة يكون منها صفر يقول لي خلاص السلعة دي ما عادتش موجودة عندك بس بعد كده مش هعمل اي حاجة تاني هضغط على سيف دي انا مش هغير فيها اي حاجة بس هي الفكرة كلها زي ما هنتعلم مع بعض فضع المنتجات عشان انت لو حطيت منتج يكون اه طريقة الشراء بتاعه ان هو بيتحمل على الجهاز زي مسلا انت حاطت في المتجر بتاعك كتب الكتروني فاللي بيضغط اللي يضغط عليه هي اه يتعمله يعني اول ما يشتريه يبدأ ان هو يتحمل هزا الكتاب عنده على الجهاز بتاعه فمش هنعمل فيها اي حاجة هسيبها زي ما هي وهاعمل كده 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 السيف مش هعمل حاجة لان انا اصلا يعني اه مغيرتش فيها شيء بعد كده هروح له العمود التالت هنا اللي هو شبنج اللي هو اعدادات الشحن هاجي فيه المفروض ان انا بضيف حاجة اسمها اه شيبنج زون دي ببساطة ان انا مثلا بده اقول له انا عاوز اشحن لكاليفورنيا بكذا عاوز اشحن مسلا لمنطقة الفلانية بكذا عاوز اشحن لمنطقة الفلانية بالطريقة الكذا مش عاوز اشحن يعني بتحط كل حاجة خاصة بي الشحن بتاعك هنا. طبعا احنا لسه ما عندناش اي شبنج زون مش عاوزين اي منطقة شحن ولا محددين سعر ولا محددين اي حاجة لسه لان لسه لما تجرب بتاعنا جديد فهضغط على قد شبنج زون. اه الشبنج وسعر الشحن والكلام ده لو انت شغال شحن عندك من البيت هتقدر تعملها مناطق. يعني ايه مناطق يعني هتيجي هنا مسلا على الزون. مسلا انا عاوز اشحن انا مسلا دوقتي في مصر. هشحن للسعودية مسلا. فعاوز هشحن يعني بسعر معين. شركة الشحن اللي انا بتعمل معها سألتها. انتو بتشحنها جماعة للسعودية بكم? قالوا بكزا. فانا هنا هقدر احدد هكتب مسلا السعودية. هحدد فيها ان انا هنا هشحن لي السعودية. وببدأ اضيف مشوط طريقة الشحن الخاصة بي. تمام? لما اجي اضغط على قدشة هيقول لك يعني انت عاوز تشحن طبقا لايه? عاوز تخلي فري شيبنج ولا لوكال بيكوب ان العميل هيخدها منك ويدفع عند الاستلام ولا تخلي سعر سابت للشحن. الكلام ده كله انت عاوزه. لكن انا عامة في المتجر الطريقة اللي انت تقدر تبدع هنا براحتك. لكن انا مش عاوز اضيع وقتك في الفيديو. انا شرحتها لك وخلاص. تقدر تحدد مناطق. يبقى انت من هنا تقدر تقول انا عاوز هشحن للسعودية بكزا. عاوز هشحن للمغرب بكزا. عاوز هشحن لأوروبا بكزا. تحدد انت براحتك. لو هتشغل في سوق الامريكية بس تقدر تقول عاوز هشحن لأمريكا بكزا. عاوز هشحن ليه آآ كندا بكزا. الاستراليا بكزا زي ما احنا آآ حددنا. لكن انا هختار هنا طريقة شحن واحدة بس اسمها لان الاستراتيجية اللي انا تبعها في هذا المتجر ان هيكون الشحن مجاني. وانت لو السلعة عليها شحن زود تمن الشحن ده مع السلعة بتاعتك. لان كلمة ما زالت حتى الان بتغري الناس بعملية الشراء. طب ايه الاماكن اللي هتشحن لها آآ مجانا? طبعا احنا محددين الدول بتاعتنا كندا. وآآ استراليا. والولايات المتحدة. تلات اماكن اللي احنا بنشحن لهم دول هنشحن لهم مجالا. بعد كده هضيف الشبينج مسود. هيقول لي انت عاوز تخليها ايه? فلا تريت. يعني مبلغ معين انت هتحدده للشحن. ولا فري شبينج شحن مجاني. ولا آآ لوكال بيكوب. ان هو يتبع عند الاسلام. هقول لأ فري شبينج. بعد كده هضغط على اد شبينج مسود. زي ما حضراتكم شايفين. هلاقي ان اصبح عندي طريقة شحن في المتجر اسمها آآ شبينج. هرجع تاني لسيتنج. هروح لشبينج. هلاقي ان اصبح عندي طريقة شحن اسمها فري شبينج. اللي هو الشحن المجاني. بيشحن لكندا والولايات المتحدة والاستراليا اللي هي الدول اللي انا اصلا هشتغل عليها في هذا المتجر. مش لازم تعمل الدول زي بالزبط. حدد انت زي ما تحب. بعد كده هرجع تاني للعمود الرابع هنا اللي هو بايمنتز. بيجيب لي هنا طرق الدفع اللي انت عاوز تفعلها. لو انت هتشحن داخل الدولة بتاعتك بطريقة ان الدفع عند الاستلام تقدر تحدد من هنا. لو انت هتستقبل عن طريق البيبال من هنا. عن طريق من هنا حوالات بنكية من هنا. يعني الوورد بريس تقريبا او الو كوميرس عفوا اللي هي اضافة الو كوميرس اللي موجودة على عشان تلتنيه بقبول الوورد بريس دايما لان في النهاية بلاجين الو كوميرس هي مستضافة على الوورد بريس. المهم ان انت تقدر تحدد طرق الدفع اللي انت عاوزها من هنا. طبعا طريقة الدفع الاشهر في العالم هي البيبال. فهتعمل من هنا البيبال تخليه اون بعد كده تبدأ تعمله ستوب. هنا انابل اه بايبال اه ستاندرد. هنسيب عادي جدا الاضافات بتاعت البيبال اه البيبال ايميل. هنا طبعا وحطت الايميل اللي انا سجلت به الموقع. لو انت عندك اه ايميل مختلف. تعدل الايميل بتاعك اه من هنا. وده هيصبح ايميل البيبال بتاعك انت. بعد كده هتنزل تحت خالص لو انت عاوز تعدل اي حاجة عدالها. ما فيش اي حاجة هنا نعدلها. هبدأ اعمل سيف تشينجس. هبدأ هلاقي ان لو رجعت تاني بقى الاعدادات بتاعت هلاقي ان المتجر بتاعي اصبح البيبال في مفاعل. بنفس الطريقة تقدر انت اه تفاعل الباقيين. لكن احنا في هزا اكيد طبعا لو هشتغل في اسواء اجنبية مش هشتغل مسلا كاشيون ديليفري. يعني هشتغل اكيد بالبيبال. بعد كده هروح للعمود اللي هو اكاونت اند اه برايفاسي. اه هنا جسد تشيكاوت. اللي بيقول لك لما الزائر يدخل المتجر بتاعك وعاوز يشتري سلعة. هل انت عاوزه يشتري من غير منعمل حساب عندك في المتجر ولا تكبره ان هو يسجل. لا انا هنا هسمح له ان هو يعمل السلعة بدون ما يسجل حساب. انا بصراحة لو ادخل في متجر ومش عاوز اعود اسجل حساب وبيانات لو عاوز اطلب طلب اطلب بالبيبال والبيبال يعني هو اللي هيضمن لي هنا حقي. لكن مش مش عاوز اسجل عضوية عنده وبصورد وعود اتبعها ملهاش لازمة يعني. اكاونت كرياشن سيبها زي ما هي. اكاونت اريجر ريكوست ان لما العميل يشتري مني هنا ممكن اسمح له ان هو يحزف البيانات بتاعته في في المتجر يعني. فلا انا معلمش صح عليها مع هو خلاص اشتري مني انا عاوز احتفز بالايميل بتاعه وعاوز ارسله تاني برحتي. فهنا احتفز يعني بالبيانات اللي هي الايميل بتاعه. ما اسمحلوش ان هو اه يحزف بياناته ما يجيش بعد عملية الشراء يقول له لو عاوز تحزف بياناتك من المتجر احزفها من هنا. لا ملهاش لمش شايف لها اي لازمة يعني. اه بعد كده المفروض عندك صفحة برايفاسي بوليسي عاوز تحطها فين? طبعا اه من خلال زي ما احنا عملنا لما دخلنا على الستيتس وحددنا ان الصفحات بتاعت متجر اه الو كوميرس تطعيم الكلاء اتعمل لنا برضو زي ما اتعمل لنا صفحة الشب اللي حددنا ان المتجر يظهر فيها. اه ظهر لنا صفحة اسمها برايفاسي بوليسي. فهاختار البياناتي بوليسي عادي جدا. هسيب الكلام زي ما هو موجود. هنزل تحت خالص. هنا برضو مش هعدد اي حالة. سيبقى انا كده عملت اه حفظ. بعد كده هروح لي العمود اللي بعد كده اللي هو الايميلز. اه الايميلز دي يا جماعة بيقول لك هو بساطة شديدة جدا. بيقول لك لو حد عمل اردر جديد هنبعت له الايميل ده. لو حد بتاعه فاشل هنبعت له الايميل ده. ايه هو الايميل ده? اللي هو من هنا. لان لما تضغط على هيبدأ يطلع لك ايه هو الايميل اللي اللي بيتبعت له. ده كده في حالة نيو اردر. ده الايميل اللي بيروح له. اه او الايميل اللي بيروح لك انت عفوا. هنا لما حد بيعمل اردر ده الايميل بيجي لك انت. بيقول لك اللي هيستقبله. الايميل بتاعي انا اهو. هيجي لي انا ايميل. يقول لي كونجراتيوليشنز اونزل سيبهم زي مهمة. ما تغيرش فيها. يعني ما تغيرش فيهم حالة. لان زي ما قلنا في اول الفيديو. الورد بريس او وضافة الو كوميرس هنا عاوزة تبهرك بكمل معلومات اللي موجود فيها وكمل اضافات اللي موجود فيها. لكن في النهاية هم بصراحة عاملين شغل كويس قوي. مش لازم ان انت تعدل يعني حاجة في. اه هنا مسلا كومبيليت اردر لو العميل بتاعك هنا بقى الحاجات ده تلات رسائل دول بيجو لك انت. لو اردر اتعمل لو اردر اتكانسل لو اردر فشل بيجي لك بهم الايميلاد. هنا طب مسلا العميل اكمل اردر عندك لو ضغطت على هلاقي ان ده الايميل اللي بيروح له. لو انت عاوز تزود بقى كلامه طب خده وخد كمان الكوبون ده. لو عاوز تشتريه تاني هنديك خصم انت تقدر تدخل وتضيف هنا زي ما هنتعلم ازاي نعمل الكوبونات. يعني القسم ده انت يعتبر ممكن تبدع فيه مع الوقت. لكن حاليا انا هسيبه اه زي ما هو. ده هنا حاجة اسمها ايميل سندر اوبشنز. يعني بيزهر طبعا انا هنا لان انا مسامي المتجر تدريب ان انا يعني باش ارحل الناس عليه. لكن لو المتجر بتاعي مثلا عن مثلا اسمه بيست دوك كوليكشنز مثلا يبقا انا هنا هقول بيست دوك كوليكشنز يبقى في الحالة دي لو العميل اشتري مني او 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 عمل اي حاجة بيست دوكز كوليكشنز يبقى باまあ ده يstroke اسم اللي هيظهر في الايميل اي لما الايميل يروح للمشتري بتاعك هيروح له بهذا الاسم. فحط هنا اسم المتجر بتاعك يكون افضل. لو انت حاسس المتجر بتاعك شخصي عام المتجر بتبيع فيه مسلا خدماتك الشخصية. وانت اسمك احمد خلص هيبه هتخليه فروم احمد يعني باسمك انت. الايميلات بصراحة بتاعت الورد برس رائعة جميلة جدا وهم عاملين فيهم شغلوا قوي ما نصحكش ان انت يعني تغير حاجة فيها غير زي ما قلنا كده. لو مسلا العميل عامل اردر وانت عاوز الايميل اللي يروح له مبروك ان انت اشتريت او شكرا ليك ان انت اشتريت من عندنا عاوز مسلا انت حط له كوبون زي ما انا شرحت. بعد كده هضغط على العمود اللي بعد كده اللي هو ده ما نصحكش تعمل فيه اي حاجة دلوقتي. هروح لاخر عمود اللي هو بدأ يقول لي انت عاوز اللي هو صفحة السلة تبقى موجودة فين? طبعا دي برضو من ضمن الصفحات اللي احنا عملناها فبدأت تظهر في المتجر بتاعنا. هي 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 اكد روما زي بعض كده. الصفحة هنا مش معمولة. مفيش صفحة اسمها ببساطة جديدة جدا هروح لبجس هعمل ان انا عاوز اضيف صفحة جديدة. بعد كده عنوان الصفحة هسميه هاخدها من هنا حتى عشان ما تتعبش نفسك. وينسخ هنا اللي هي بعد كده اعمل عملية نشر للصفحة من غير يعني ما تكتب فيها اي حاجة ومن غير ما تحدد اي حاجة. هنعمل كنترول اف خمسة بس عشان الصفحة تبدأ تظهر معانا. بعد كده هضغط هنا هو اختار صفحة اللي احنا لسه يعني حطنها. الحاجات دي كلها هنسيبها زي ما هي. وهننزل تحت خالص. ده كله معمول مية مية ما فيوش اي مشكلة. هبدأ اعمل طبعا الحاجات دي متعدش تسأل بقى اي هي. الحاجات دي يعني لانا ما شرحتوش مش هيفيدك لو انت مبتدئ. لو انت شخص عندك خبر شوية هتعرف. يعني هو بيقول لك اخلي اللي هو الرابط يعني هيكون امتداده اي اكيد يعني نفس الكلمة لو انت بس انا عاوز تغير لكن احنا هنغيرها لما يعني ملاش اي لازمة. المهم ان احنا خلاص عملنا يعني الصفحة دي كلها ما عملناش فيها غير ان كل صفحة من دول اتأكدنا انها بنفس الاسم الصفحة بتاعتها من هنا. طيب بعد كده انا لو رحت للمتجر اه بتاعي. وعملت فيو سايت ان انا عاوز افتح المتجر اشوف شكله. هلاحز ان الصفحات هنا ظهرت عندي بشكل اوتوماتيك. ده من خلال طبعا اه اصبحت اه موجودة اللي هي المينيو اه معمولة لو ضغطت على شوب دي المفروض هتبقى صفحة المتجر نفسه اللي احنا هنضع فيه المنتجات بعد كده كارت اللي هي طبعا السلة تشيكاوت صفحة الدفع وهكزا. هرجع تاني هضغط انا هنا طبعا هيكون ظهر اسم المتجر بتاعك. انا ظهر لان انا محدد الاسم بتاعه. لو لاي سبب مع القلب اللي انت يعني وضعه لو الصفحات هنا ما ظهرتش بهذا الشكل هعرفك ازاي تظهرها. هروح لابيرانس. ومن ابيرانس هختار مينيو. هبدأ اعمل قائمة هسميها المين مينيو. بعد كده هضغط على كريت مينيو. بعد كده من هنا هنختار اللي هي الصفحات اللي احنا عاوزينها تبدأ تظهر في القائمة بتاعنا. احنا عاوزين ده يظهر في اللي هي القائمة الرئيسية. انا عاوز الصفحات اللي تظهر مسلا صفحة كارت آآ تشيكاوت صفحة شوب. احنا لسه حتى صفحة كونتاكت يعني ما تعملتش. آآ بصفحة شوب وهختار آآ صفحة ماي اكاونت تشيكاوت كارت وهوم الرئيسية. بعد كده هضغط على عشان اضيفهم لي القائمة نفسها. عيد طبعا الترتيب هنا زي ما انت يعني حابب تعمل ه. انا هعمله مثلا بهذا الشكل بعد كده هعمل سيف مينيو حفز القائمة تأكد ان انت عملت صحة على البرايمري مينيو. في بعض الاوالب بتحلك مكانين بس لزهور القائمة دي. وفي بعض الاوالب زي القالب ده بيتيح ليك زهوره يعني زهوره قيمة في تلات اماكن. اختار المكان دايما اللي انت عاوزه. هروح انا على المتجر هعمل كنترول اف خمسة. تبدأ تلاقي ان هو الشكل هنا آآ يعني اتحدث ويتغير بالقائمة اللي انا عملتها. لكن الشكل الاوتوماتيك اللي كان زهره هو كان زهر لوحده. لحد ما انا ادخل ازبط الاعدادات. فانا دخلت زبطت الاعدادات عشان لو القالب اللي انت استخدمته ما كانش بيتحلك ان القائمة تظهر هنا بشكل اوتوماتيك. لان كتير تدخل تعمل اقسام او صفحاته ما تظهر لكش هنا. فبتظهرها ازاي من خلال مينيو. تعمل قائمة وتحدد الصفحات اللي انت عاوز تزهر فيها وتحدد مكان القائمة دي يكون موجود فين. طيب انا برضو هنعمل كده اعداد بسيط سريع للفيديو. يعني هينفعنا اكتر في الفيديو القادم. هروح على وبعدين هاختار اقسام. هعمل اقسام بحيث من الفيديو جاي نقدر نحنا نبدأ نضع يعني ايه المنتجات بتاعتنا على طول. هعمل قسمة عندي هسميه طوب سيلنج ايتمز. وده هنعرف يعني ايه فايدته ان شاء الله في يعني الفيديوهات القادمة. بس مجرد ما دخلت يعني ما كتبت اسمي القسم هنا. متعملش اي حاجة تاني. انزل تحت اضغط على ادنيو كاتيجوري. كده القسم اضاف. هسمي قسم اسمه كورسز. وده هعرفك ليه برضو. اعمل ادنيو كاتيجوريز. مش لازم طبعا انت تعمله. انا بعمل عشان هشرح لك. لو انت هتحط آآ كورس في المتجر بتاعك. سواء بتساؤله بالعمولة. سواء بتاعك. تعمله زي لانا هشرحك الحاجات دي. لكن انت مش لازم تضعه في المتجر بتاعك. لك لو انت بتتدرب عادي. اعمل معي وطبق معي لانك في الاخر تقدر تحزف وتضيف اللي انت عاوزه. هعمل قسم تاني هسميه اي بوكس. القسم اللي هو بيكون عندك اوتوماتيك انكتجوريز. بيكون لسه مالوش اسم. عمل له ادت وغير الاسم بتاعه. هسميه انا مسلا اي قسمة احزايا. اي حياة. طبعا انا بكتب اي حاجة لان انا مش محدد نيتش معينة. لكن انت المفروض محدد نيتش والاقسام دي بتختارها بناءا على النيتش الخاص بيك انت. اعتذر عن اطالة هذا الفيديو اتمنى تكونوا فهمتوا ضبط الاعدادات زي ما قلنا وبكررها للمرة التالتة. الحاجات اللي احنا غيرناها في الفيديو ده في المتجر بتاعنا كانت حاجات بسيطة جدا. ولكن الو كوميرس عاوز يعني يبهرك بكم الاعدادات اللي موجودة فيه. وكم الخصائص اللي موجودة فيه. اشكركم شكرا جزيلا القاكم ان شاء الله في الفيديو القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.